السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته سنصلح في هذه الحصة التطبيق التالي حول التعيين في المستوي القاتل السنوات التاسعة نستحضر قبل ذلك ما يريد O E G معين متعامل في المستوي نقطتان A و B لهما نفس الفاصلة يعني A B مواجه ل O G والبعض A B يتاوي القيمة المطلقة ل Y B إلا Y A أما إذا كان لنقطتان A و B نفس التبتيج يعني أن A B مواجه ل O E والبعض A B يتاوي القيمة المطلقة لفاصلة B إلا فاصلة A أما منتصف القطعة A B يعني أن فاصلة M تمثل مجموعة فاصلتين A و B خاصة 2 وتبتيج M كذلك يساوي نصف مجموعة فاصلة B A و B يقوم التطبيق نعتبر O E G معينا متعامدا في المستوي السؤال واحد عين النقاط A ذات الأحداثيات نقص اثنان ثباثة و B ذات الأحداثيات نقص اربعة ثباثة و C ذات الأحداثيات اثنان ثباثة و D ذات الأحداثيات سفر نقص اثنان و A ذات الأحداثيات اثنان نقص اثنان لنعين هذه النقاط إذن لنا A ذات الأحداثيات نقص اثنان ثلاثة نقص اثنان ثلاثة إذن نستعين بالمربعات لتعين النقاط و C ذات الأحداثيات نقص اثنان ثلاثة و C ذات الأحداثيات اثنان ثلاثة و C ذات الأحداثيات اثنان ثلاثة و C ذات الأحداثيات سفر نقص اثنان 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 أن النقاط A و D و C على استقامة واحدة. كيف نبين أن هذه النقاط على استقامة واحدة؟ إذن لاحظوا أن A و D و C هذه النقاط لها نفس التجديد ثلاثة إذن لها نفس التجديد ثلاثة إذن هذه النقاط تنتمي إلى نفس المستقيم المواجه لمحوة الفاصلات لأن لها نفس التجديد إذن تهياء على استقامة واحدة. ثلاثة إذن تجديد إذن تجديد إذن تجديد سي يعني أ و D و C على استقامة واحدة. السؤال الثاني يقول أوجد البعض A B والبعض C والبعض E D. إذن لنا A ذات الأحداثيات نقص اثنان ثلاثة. و D ذات الأحداثيات نقص أربعة ثلاثة. إذن A و D لهم نفس التجديد كما قلنا شابقا. يعني أن A B مواجه لمحور الفاصلات كما بكرنا سابقا. A و D لهم نفس التجديد يعني A B مواجه ل O E. يعني A B مواجه لمحور الفاصلات O E. و منه إذن البعض A B يساوي القيمة المطلقة لإذن B إلا إذن A. يساوي القيمة المطلقة لإذن أو نقص أربعة ، إلا فاصلة A يعني إلا نقص أثنان. يساوي القيمة المطلقة لنقص أربعة مع الاثنان. يساوي القيمة المطلقة لنقص أثنان يعني اثنان. البعض AB يساوي أثنان. لنحفظ كذلك البعض الشيء إذن A ذات الأحداثية 2.2 والS ذات الأحداثية 2.3 لنحفظ كذلك البعض الشيء يعني O C مواجهة لمحوط التراتيب O G ومنه O C تسوي الخيمة المطلقة لـ Y K إلا Y K إذن تساوي الخيمة المطلقة لـ 3 مع 2 وتساوي 5 إذن الخامسة تمثل البعض C ثم البعض D لاحظوا كذلك أن A و D لهما نفس الترتيب إذن A و D مواجهة لمحور الخاصلة وبالتالي القيمة المطلقة لـ Y K إلا X A إذن A ذات الأحداثية 2.2 و D ذات الأحداثية 2.2 إذن لنا إدراس A في C إدراس D يعني A ذات الأحداثية 2.2 يعني A ذات الأحداثة 2.2 تساوي القيم المطلقة لصفر الاثنان وتساوي القيم المطلقة لنفس اثنان تساوي اثنان إذن يقول سؤال الاربع الثانس اشتابيات كل من الربعين ا 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 A-T-A-B هو شبه من حرف نعم إذن قلنا أن A-B مواجه ل-O-E و-C و-A-B على استقامة واحدة يعني كذلك A-T مواجه ل-O-E لنا إذن A-B مواجه ل-O-E و-C-A-B لـ-A-B إذن A-T مواجه ل-O-E ولنا كذلك حسب ما سبق A-B كذلك مواجه ل-O-E A-B مواجه ل-O-E إذن A-B مواجه ل-O-E ومنه إذن A-T و-O-E شبه من حرف بعد ذلك مطلوب كذلك طبيعة الربيع A-B-D-E لنا لنا A-B مواجه ل-O-E كما قلنا سابقاً ولنا كذلك كما تلاحظون منذ طيب وجدنا البعد A-B يتاوي 2 والبعد A-B يتاوي 2 إذن الأبعاد A-B و-O-E متكيليين نتحصل بذلك على A-B و-O-E بالعاني متويديين ومتقاييسين لنا A-B و-O-E و-O-E حسب ما تبقى ولنا كذلك A-B يتاوي و-O-E و-O-E حسب السؤال الثالث إذن A-B-B ومتواجه أفضل يقول السؤال الخامس أوجد إحداثية M منتصف A-D إذن لنا A ذات إحداثية نقص 2-3 و-O-E ذات إحداثية نقص 2 إذن لنا A ذات إحداثية نقص 2-3 و-D ذات إحداثية 0-2 M منتصف A-D يعني فاصلة M تساوي فاصلة A مع فاصلة D وهي صفة قاسم 2 يتاوي يتاوي فاصلة A يعني نقص 2 مع فاصلة D وهي صفة قاسم 2 يتاوي نقص 2 على 2 يعني نقص 1 وهي صفة يتاوي نقص 2 يتاوي نقص 2 يتاوي 1 على 2 بالتالي أم ذات الإحداثية نقص 1 و-1 على 2 السؤال 6 يقول بيّن بطريقتين مختلفتين لأن M منتصف B إذن M ذات الإحداثية نقص 1 و-1 على 2 إذن تقريبا هذا هذا تمثل النقطة M إذن لنا مما تبقى أن A B D A متواجد أضواء إذن قطره يتقاطعان في المنتصف وبما أن M منتصف قطر A D القطر A D تهيئة لذلك تمثل منتصف القطر D A تهيئة قطر A TH و-2 كثيرا قطرة متواجد أضواء تهيئة 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 كثيرا قطرة متواجد الأضواء فإن N منتصف القطر B A لمتواجي الأبلاع أبضي A إذن المطروف أن نبين أن N منتصف B A إذن بفريقتين إذن لنحصل نصف مجموعي فاصلتين B و A ونقارنها بفاصلة M وتغير نفعل بالنسبة للثلاثين إذن فاصلة B نقص 4 مع فاصلة A 2 قاسم 2 يساوي نقص 2 على 2 يساوي نقص 1 ونقص 1 تمثل فاصلة M كذلك لنا ترتيب B مع ترتيب A قاسم 2 يساوي ترتيب B يعني ثلاثة مع ترتيب نقص 2 قاسم 2 يساوي 1 على 2 وهو يمثل ترتيب M إذن M تمثل منتصف C A شكرا لكم على فتن المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ترجمة نانسي قنقر شكرا لكم على panel